يختتم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارته اليوم لبريطانيا والتي جاءت وسط احتجاجات وجدل في المملكة المتحدة بسبب سجل السيسي ونظامه في ملف حقوق الإنسان وقد التقى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون السيسي يوم أمس وعقد الطرفان مباحثات طغت عليها مسألة الطائرة الروسية التي تحطمت في سيناء ورجح كاميرون اسقط الطائرة بعملية تفجير كما أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن اعتقاده باحتمال أن تكون حادث تحطم الطائرة ناتجا عن انفجار قنبلة على متنها وسط انتقادات روسية وصفت الترجحات البريطانية والأمريكية بالتكهنات